موسيقى الثانية عشرة والنصف بتوقيت الجزائر الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة نشرت الظهيرة من الوطن الجزائرية وأهم عنوينها رئيس الجمهورية يهنع المرأة الجزائرية في يومها العالمي ويجعل من منصة الاحتفال منبرا لتوجيه رسائل للمعارضة موسيقى تنسيقية الانتقال الديمقراطي تنقل رفضها للغازي السخري إلى عين صالح والسكان يرحبون بالخطوة ويؤكدون على مطلبهم الوحيد موسيقى وزير الدفاع اليمنية فر من صنعاء إلى عدن ويلتحق بالرئيس عبدالرب منصور هادي موسيقى السلام عليكم استغل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مناسبة الاحتفال الرسمي بعيد المرأة لتمرير الرسائل تخص العديد من المسائل السياسية لسيما في دل سياق وطني عام يميزه غليان واحتقان اجتماعي تمثله الإضرابات والاعتصامات الرافضة للغازي السخري بالجنوب إضافة إلى رد ضمني على المبادرة السياسية المطروحة رغم خصوصية الاحتفال بعيد المرأة ولو بروتوكوليا إلا أن القاضي الأول في البلاد أرد أن تكون منصة الاحتفال منبرا لتوجيه رسائل عدة قديمة متجددة أجوبة يفردها سياق اجتماعي وسياسي استثنائي تميزه الإضرابات والاحتجاجات بالموازات مع حراك المعارضة الحثيث المسنود بنهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل يفرد ضغطا متزايدا على السلطة الرئيس بوتفليقة وفي رسالة قرأت هنيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم دعا إلى ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للأمة للتصدي لأي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد تكريسا لنظرية المؤامرة وعدم الإقرار أن غليان الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ما هو إلا نتيجة لممارسات وسياسات السلطة المقام الثاني الذي أفرد له بوتفليقة اهتماما خاصا هو الرد على حراك المعارضة ومبادرتها المطروحة حيث لم يبد الرئيس تحمسا لأي منها حيث أكد على ضرورة مواصلة جميع الإصلاحات في كنف الهدوء المطلوب وفي إطار مؤسسات البلاد ومراعاة قوانين الجمهورية في تأكيد له على أن خارطة الطريق الوحيدة هي تعديل الدسور المؤجل والمضي فيما تقترحه وتشرف عليه الرئاسة وما دون ذلك فهو ديكور ضروري لواجهة يجب أن تظهر على أنها ديمقراطية وصل وفد تنسيقية الانتقال الديمقراطي لمدينة عين صالح الأحد تضامنا مع سكان المدينة المتجمهرين في ميدان الصمود ضد مشروع الغاز الصخري وقد استقبل الوفد بحفوة كبيرة من طرف سكان عين صالح حيث رفقهم موكب من منطقة إنجر إلى غاية عين صالح أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي صنعوا الحدث في عين صالح بعد أن نقلوا رفضهم للغاز الصخري إلى عين المكان إثر لقائهم بالمحتجين الرافضين للمشروع مواصلين بذلك حملة الرفض التي دشنوها ميدانياً يوم الرابع والعشرين في فريل الماضي المواطنين يحسوا نفسهم في عجلة تماماً والمجيء يعني وفد من العاصمة من أجلهم كان حرك شعور تحهم وكان التقبال حار جداً والله هي نفس المطالب عندما جيتنا في 16 جنوية يعني هما قال لك إحنا وقتين سلمياً ولكن عندنا طالب واحد هو توقيف استغلال الغز هذا يهدد لهم الحياة هما قال لك إحنا مقابلين يعني الحياة متواضعة جداً وربما في الفقر ولكن خلونا نعيشوا مثل وطول ناس البيئة مثل وطول همش المياه الجوبي أعضاء التنسيقية وبعد لقائهم بسكان عن صالح في ساحة الصمود أكدوا على ضرورة التزام المؤسسات الدستورية والسيادية بالحياد في مثل هذه القضايا عندهم نية حسنة في الجيش ومأمنين في الجيش وفي كل حال ما لازمش الجيش يدخل هذا شيء خطير جداً يعني لو كان نظام سياسي يستعلم الجيش كآلة للضغط على السكان ولفرد هذا المشروع يستعلم الجهاز الصخري يسمح الشرخ ما بين المواطن والجيش وهذا يعني حالة ما لازمش نصولها أبداً وفد تنسيقية الانتقال الديمقراطي شدد أيضاً على أن زيارة عن صالح ليست ترويجاً سياسياً للتنسيقية أو لبرامجها وإنما تبقى وقفة تضامنية مع السكان الرافضين للغاز الصخري وما ينجر عن هذا المشروع تبقى هذه الزيارة التي قام بها أعضاء من تنسيقية الانتقال الديمقراطي وميضة أمل لسكان عن صالح في رفضهم للغاز الصخري بمنطقتهم ينتظر أن يلقى رداً من الحكومة عبر الرئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس عن دعمه لمشروع قانون العقوبات المتعلق بحماية المرأة منتقداً الأحزاب التي عارضت هذا المشروع واتهم في الوقت ذاته النظام السياسي في البلاد بالبزنسة نجاهة أخرى حمل بن فليس السلطة مسؤولية ما يجري في عين صالح مشدداً على ضرورة فتح أبواب الحوار والنقاش في مسألة الغاز الصخري في خرجة هي الأولى له منذ إطلاقه لقاءة مع مختلف الأحزاب أقر سيكريتلو الأول لجبهة القوى الاشتراكية بصعوبات وعقبات تعترض مبادرته فتحاً للنار من خلال ردود دمنية على مختلف الأطراف المنتقدة والمقاطعة لمبادرة الإجماع الوطني ومبدياً في الوقت ذاته إصراره على عقد الندوة بما توفر ما يطرح تساؤلات عن سر هذا الإصرار حمزة هاجون بعد احتمائه بجدار الصمت والتحفظ طيلة مدة المشاورات الأولية استهل الأففاس حملة الدفاع عن مبادرته وإن بردود مبطنة على شروط أحزاب الموالة التعجيزية ومقاطعة تنسيقية الانتقال الديمقراطي لمسعى ورثة الدالحسين وهي المعطيات التي ترهن ندوة الإجماع الوطني المؤجلة وتهددها بالولادة الميتة خرجة السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو تأتي لتؤكد الصعوبات والعقبات التي تعترض مسعى عميد المعارضة والذي يبدو أنه استشعر أخيراً خطورة الخطوط الحمرى التي رسمتها أحزاب الموالة خطوط تعكس بحسب مراقبين زهد السلطة في مبادرات لا تخرج من لدنها إضافة إلى هذا تأثير مقاطعة أحزاب وشخصيات التنسيقية من أجل الحرية والانتقال الديمقراطي للمسعى وهو ما دفع نبو إلى إطلاق نيران سياسية فهم منها أنها تستهدف عمار سعداني وبن صالح الذين جزام مؤخراً أن المبادرة لا توفر شروط نجاحها في مقابل دعوة نبو إلى ما سماه التخلي عن الحسابات الحزبية الضيقة والأنانية تطرح تساؤلات عن مدى ليونة الأففاس للتكيف مع هذه المعطيات فرغم تأجيله للندوة يسر على عقدها بما توفر فهل هي عقدة الأبوية أو الأخ الأكبر الذي تمنعه من الانضمام إلى صف التنسيقية بما يقوي مشروع المعارضة الوحدوي فهل سيتحل الأففاس بليونة يدعو الآخرين إليها أم أنه سيعقد ندوته ولو كانت بأنصاف الموالات والمعارضة إلى قطاع التربية رفضت وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطلب نقابة الكنابست والمتمثل في الترقية الآلية بعد أن جمعها لقاء يوم أمس وهو ما دفع بالنقابة إلى المطالبة بوقت مستقطع بناء على طلب المجلس الوطني لأجل التشاور والتوصل لقرار نهائي خاصة أن الوصاية وفقت على باقي المطالب المرفوعة حالة من الغليان يعرفها مطار هواري بومديون الدولي في العاصمة بسبب الإضراب الذي شنه عمال المطار بداية من أمس الأحد ما انعكس سلبا على بعض الرحلات الداخلية والخارجية بسبب تعطل عدة خدمات بالمطار محمد دلومي الإضراب الذي نظمه عمال مطار هواري بومديون بالجزائر العاصمة جاء عقب مطالبة العمال والموظفين برحيل مدير مؤسسة إدارة خدمات مطار الجزائر الذي اتهموه بالإساءة لهم لفظيا وذلك حسب ما كشف عنه مصدر من المطار ووفقا لذات المصدر فإن المسؤول المذكور قام بعد اجتماع بإهانة لفظية لموظفة ولمدير الموارد البشرية ما خلق جو من التشنج والغضب في وسط العمال الذين اعتبروا أن إهانات مديرهم زادت عن حدها عمال المطار الدولي قاموا بعدة إضرابات في الآوينة الأخيرة حيث كان آخر إضراب لهم في الشهر الماضي بعد رفضهم الخضوع للتفتيش من قبل أعوان الأمن هذه الإضرابات أثرت كثيرا وفق مصادر من مطار هواري بومديون على أداء الجوية الجزائرية ما تسبب في تأخر عدة رحلات وإلغاء أخرى قناة الوطن ومن أجل الوقوف على تفاصيل أكثر اتصلت بمدير مؤسسة إدارة خدمة مطار الجزائر إلا أن هاتفه كان مشغولا على الدوام احتفلت المرأة الجزائرية على غرار النساء في أنحاء العالم بعيد المرأة العالمي في المقابل فضلت نساء أخريات عدم الاحتفال بهذا اليوم بوصفه بعيدا كل البعد عن عادات المجتمع الجزائري وتقاليدها رفق حداد الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحتفل به الجزائريات على غرار النساء في مختلف أقطار العالم وأضحى فرصة يستغله الجنس اللطيف للتنزه والاحتفال يدفون لي ونحو على خطرهم بس كنا الكامل خدامي المساكن عندهم مدلات جوغني ويحوصوا فيدفون لي فيها يديروا ما يحبوه بعضا بينما الكثير من النساء يرون في هذا اليوم بأنه غريب ولا يمث بأي صلة لعاداتنا وتقاليدنا ويرفضنا الاحتفال به في حين هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك باعتبار المناسبة بعيدة عن قيم المجتمع الجزائري وأن الدين الإسلامي كفل للمرأة كل حقوقها يرى الكثير من المراقبين بأن الاحتفال لا يقتصر صوى على فئة قليلة من النساء حيث لا تزال الكثريات خاصة الريفيات منهن تعانين الفقر والتهمش إلى الشأن الدولي الآن والبداية من فلسطين المحتلة حيث حل يوم المرأة العالمي هذا العام على المرأة الفلسطينية وهي تعيش واقعا صعبا حيث يشتكي النسوة اللواتي دمرت بيوتهن في الحرب الأخيرة على غزة من التباطؤ في عادة الإعمار وتواصل الاعتداءات السهيونية عليهم مرسلنا من غزة تامير لبت يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في غزة والمرأة الفلسطينية تعيش واقعا صعبا في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها القطاع بداية من التباطؤ في إعادة الإعمار والحصار وليس انتهاءا بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة هذه المرأة فقدت زوجها الذي ارتقى شهيدا جراء إطلاق الزوارق الإسرائيلية النار عليه أثناء ممارسته مهنة الصيد قبالة سواحل غزة هي الوحدة في الشبعة جوزة في الدنيا خشته في الدنيا كلها عليها بس وإن ربنا اختاره من الشهداء الحمد لله رب العالمين خلصنا باليد حيلة الله هيك كاتب برب أولاده إن شاء الله يطلعوا صلحين وكواسين زي أبوهم لأنه بالعبد في الشي في الدنيا زيه وغيره الحمد لله أما هنا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي شهدت أشرس المعارك إبان العدوان الأخير على القطاع فكان صوت المرأة من على أنقاض منزلها التي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية هو الصبر والحق في الحياة رغم الدمار والتشريد لا أجي حتى المساعدة اللي بيطلوها بنشوفهاش بنعاني بنعاني فيش كهرب فيش مية شوف البراميل نزلنا نسطوح مسطحات هين وهي آخر تنك هذا بنشرب فيه لا لا خمسين نفر يعني معناه غير 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 مذكورة عند كل الدول لكن إحنا صبرين وصمدين عالجوع مش بقولوا إن هدموا بيتي أنا صامد وإن أخذ أولادي أنا صامد وإن كتل أولادي أنا صامد وإن حرقوا بيتي أنا صامد صامدين 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 لآخر نفس فينا بقول للعالم إنه ينظر إلنا بضمير حي ينظر إلنا على إن شعب محاصر على إن شعب اتدمرت بيوته على إن شعب تقتلت أولاده وتقتلوا بناته ويعني ما فيش أي شعب عانى المعاناة اللي إحنا اللي إحنا عانناها يعني كل العالم اتحرر ما ضلت شل فلسطين آثار سلبية تركتها الحروب والحصار أثرت على واقع المرأة الفلسطينية وأدت إلى تراجع كبير في حقوقها ليست بعيدة عنها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها القطاع كما يقول متابعون طبعا الاحتلال والانقسام والحروب المتكررة هي تساهم في تراجع المرأة لأن نسبة الفقر تزداد التعليم يفضل تصبح العائلات تفضل التعليم والعمل للرجل هي مجموعة بوطقة من الانتهاكات لا تتعلق فقط بالحرب تتعلق بالمجتمع بالرجل بالحرب بالمؤسسات ذاتها التي أصبحت تنظر إلى الجندر وإلى المرأة كأنه عمل روتيني لا تستطيع التغيير وهذا أمر محزن يمثل يوم المرأة العالمي للمرأة الفلسطينية وخاصة في غزة مزيدا من التحدي والثبات رغم الاعتداءات الإسرائيلية والحروب والظروف المعيشية بسبب الحصار قالوا قديما خلف كل رجل عظيم امرأة أما هنا في غزة فباتت المقولة خلف كل رجل مقاوم امرأة فلسطينية صابرة تامر لبد قناة الوطن الجزائرية غزة فلسطين ونبقى في فلسطين المحتلة حيث شنت أجهزة الأمن الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة في صفوف قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظات الضفة الغربية كما نفذت بالموازاة مع ذلك عملية المدهمات لمنازل قيادات الحركة اعتقلت خلالها العشرات من كوادر ونشطاء ومؤيدين لحركة حماس يذكر أن العديد من القيادين في الحركة يتواجدون في سجون السلطة الفلسطينية وهو أمر تعتبره حماس يعطل المصالحة الوطنية نظمت حركة نساء ضد الانقلاب حملة أطلقت عليها اسم نص الوطن محبوس في اليوم العالمي للمرأة مشيرة بذلك لما تعانيه النساء من انتهاكات واعتداءات في دل النظام الانقلابي سمية الأرباح نص الوطن محبوس هو النصف الذي رشح عن حرائر مصر بنساء ضد الانقلاب انقلاب لم يحتسب الفرق حين تواجه داخليته معارضيها حتى وإن كانوا نساء لا حول لهن ولا قوة أنا حولي الشباب كلمة لازم تكونوا عندكم أمل وثقة كبيرة جدا في بكرة وبكرة تشوفوا مصر هذه هي مصر الجديدة التي وعد السيسي شعبه برؤيتها مصر لا تحفظ لأحد حقه ما إن ينطفض مقاوما بصوته ضد الانقلاب فانزعاج قادة الانقلاب من المشاركة القوية للعنصر النسوي في معارضته دفعه إلى قمعهن في وقت تحتفل فيه النساء في العالم بيومهن تعاني بنات مصر شتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات من تحرش في الشوارع واعتقالات في السجون بتهم سياسية غير قانونية يكابدن ظروفا مأساوية غير مسبوقة تتنافى مع الدين والقانون والأخلاق والأعراف وتنتظر الكثير منهن المحاكمة الجنائية حركة نساء ضد الانقلاب دشنت حملة نص الوطن محبوس للتضامن مع المعتقلات في اليوم العالمي للمرأة بتنظيم مظاهرات في جميع المحافظات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمعتقلات والأحكام الصادرة في حقهن وقالت الحركة في بيان رسمي لها إنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس تعيش المرأة المصرية مأساة حقيقية إلى حين استرجاع الشرعية في مصر والإطاحة بالانقلاب تبقى المرأة تعاني الأمرين تحت وطأة حكم العسكر في ظل صنط دولي وعربي وظلم ذوي القرب المر الذي أتى على الوطن فلم يبقي فيه ولم يذر إلى اليمن تمكن وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي من الهروب من صنعاء إلى محافظة عدن رغم الحصار الذي يفرده الحوثيون على منزله وقد شن الحوثيون حملة دهم وتفتيش على منزل اللواء الصبيحي بحثا عنه فيما أكد مصدر أمني أن خمسة جنود من مرافقي وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي قتلوا في كمين نصبه جماعة الحوثي تقرير لإدير شباني والقراءة لمحمد دلومي أفلح وزير الدفاع اليمني المستقيل اللواء محمد الصبيحي من الإفلات من قبضة الحوثيين في العاصمة صنعاء حين تمكن فجر اليوم من الوصول إلى محافظة عدن والإفلات من قيد الإقامة الجبرية التي فرثت عليه من قبل الحوثيين منذ عدة أسبوع وأفدت مصادر في اليمن أن وزير الدفاع تمكن من الإفلات من قبضة الحوثيين وبلغ محافظة عدن أين استقبل من قبل عدد كبير من أبناء قبيلته الصبيحة يذكر أن اللواء محمد الصبيحي من المقربين من الرئيس عبدربو منصور بالرغم من أن الحوثيين أبقوا عليه لمواصلة مهمه بعد استقالة الحكومة إلا أنه قرر اللحاق بالرئيس اليمني وأفدت الأنباء الواردة من اليمن أن مسلحين من جماعة الحوثي اختحموا المنزل بحثاً عن اللواء لكن لم يعثروا على أثر له المتتبعون طرحوا تساؤل بخصوص قرار وزير الدفاع اليمني الهروب في هذا التوقيت بالذات والذي يتزامن مع تشكيل الرئيس منصور هادي غرفة لقيادة الجيش في عدن أي وعود لعودة الوزير إلى منصبه أم أنها فرصة للإفلات لا غير وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عقد مؤتمر للحوار اليمني في الرياض وفق ما ذكره بيان للدوان الملكي السعودي وجاءت الموافقة الخليجية على استضافة الحوار اليمني في رسالة وجهها الرئيس عبد الرب منصور هادي نشده فيها بضرورة عقد مؤتمر تحضره كافة الأطراف السياسية اليمنية والراغبة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد تواصل القوات العراقية مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي معاركها ضد تنظيم مسلحية الدولة في بلدة الدور جنوب تكريت شمال العراق من جهة أخرى تتواصل المعارك والقصف بمدينة الكرمة جنوبية بغداد وأشار مسؤولون عراقيون إلى أن قوات الجيش لا زالوا يكافحون عبر إرسال مزيد من القوات وخوض معارك شارسة لترضي مقاتلية تنظيم المتحصلين بالمباني في الجزء الغربي من بلدة الدور مزيد من الأخبار الدولية في هذه المختصرات أكد الكولوني العظيم بارماندوال متحدث باسم جيش تشاد أن جيش بلاده والجيش النيجيري شن عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة بوكو حرام في نيجيريا بعد انضمام الجماعة إلى تنظيم الدولة الإرهابي إثر تأكيد زعيم الجماعة ذلك أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع إيران يمكن التثبت منه بشأن برنامجها النووي فإن بلاده ستغادر طاولة المفاوضات وقال أوباما أنه سيكون لدينا وقت كاف للتحرك أثناء فترة انتقالية في حال مارس الخداع إذا لم نحصل على هذه الضمانات لن نقبل باتفاق شهدت طائرة بدون طيار وهي تحلق فوق قاعدات عسكرية حساسة في سانبور جنوب الشرقي العاصمة الفرنسية باريس حيث مركز للبحرية مكلف بالاتصالات مع الغواصات العاملة وأوضح مصدر مطلع أنه أبلغ عن الجسم الطائر وكلف جهاز درك النقل الجوي بالتحقيق حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس اعترف روسي من أصل الشيشاني بمشاركته في اغتيال المعارض بوريس نيمتصوف خلال مثوله مع أربعة مشتبهين بهم آخرين أمام محكمة في موسكو وذلك بعد أسبوع من الاغتيال الذي صدم المعارضة الروسية وأوقف المشتبه فيه للسبت في أنغوشيا الجمهورية المجاورة للشيشان في القوقاز الروسية انتهت النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يهنع المرأة الجزائرية في يومها العالمي ويجعل من منصة الاحتفال منبرا لتوجيه رسائل للمعارضة تنسيقية الانتقال الديمقراطي تنقل رفضها للغازي السخري إلى عين صالح والسكان يرحبون بالخطوة ويؤكدون على مطلبهم الوحيد وزير الدفاع اليمنية فر من صنعاء إلى عدن ويلتحق بالرئيس عبدرب منصور هادي شكرا لكم على كرام المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة